اهلا بكم الى موجز اخبار الان افاد مصدر محلي في محافظة كاركوك النادوي انفجار عنيف هزى ثلاثة مواقع لتنظيم داعش اترا قصف الجوي جنوب غرب كاركوك وقال المصدر ان طائرات التحالف الدولي هي من استهدفت هذه المقرات قال مسئول محلي وسكان ان خمسة يشتبه بانهم اعضاء بتنظيم القاعدة اتلوا في ضربات لطائرات بدون طيار على قريتين بمحافظة البيضاء اليمنية يوم السبت وقال مسئول محلي ان الضربات استهدفت قريتين من المعروف في ان تنظيم القاعدة ينشط فيهما مضيفا ان اجمال عدد القتلى بسبب الضربات في وسط اليمن بلغ خمسة وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الى مدينة جدة لبحث قضايا المنطقة وعلى رأسها الملف السوري وازمة قطر وافدت الناطقة باسم الخارجية الروسية ان وزير الخارجية الروسي سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونظيره السعودي الجبير قبل ان يتوجه الى الاردن ليلتقي الملك عبدالله الثاني ترسل استراليا قوات لمساعدة الفلبين في معركتها ضد مقاتلي تنظيم داعش بمدينة مراوي في جنوب البلاد وقالت وزير الدفاع الاسترالية ماري سبين خلال مؤتمر صحفي مع نظرها الفلبيني في مانيلا انه سيجري ارسال فرق صغيرة من الجنود الاستراليين لتدريب القوات الفلبينية حذرت الارشادات الجديدة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا موظفيها وضحايا العمليات الارهابية واسرهم من مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ويقول الدليل الارشادي ان متصايد الانترنت قد يعرضون الضحايا لاستغلال مقيد كما حدث في اعقاب الهجمات التي وقعت في مانشستر ولندن اكد تقرير لخبراء من الامم المتحدة نشر في نهاية الاسبوع ان كوريا الشمالية تستمر في الالتفاف على العقوبات التي يفرضها عليها مجلس الامن على خلفية برامجها المتعلقة بالاسلحة النووية ويأتي نشر هذا التقرير عشية تصويت الامم المتحدة الاثنين على مجموعة ثامنة من العقوبات ضد كوريا الشمالية اعلن المركز الوطني الامريكي للأعاصير ان شدة الاعصار ايرما ارتفعت الى الدرجة الرابعة مع اقترابه من ارخبيل كيز في فلوريدا واصبح الاعصار على بعد مائة وخمسة عشر كيلومتر جنوب شرق ارخبيل كيز ويهدد فلوريدا برياح سرعتها مائتين وعشر كيلومترات في الساعة سادت اجواء احتفالية في حديقة حيوان باندا تريك بولاية كاليفورنيا الامريكية حيث يحتفل الباندا العملاق باي يون بعيد بيلاده السادس والعشرين وتلقى باي يون بهذه المناسبات بطاقة معايدة حمراء ووسائد قش ناعمة والكثير من الحلوى نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة